أو كيف مضاربين وما شيء هو سهم أنا أشوفه آمن يعني بس هذا عيب وعيب وإنه حق مواسم والأخبار طبعا هي اللي بتأثر عليه بدرجة كبيرة في عملية إما الصعود أو الضغط أو الهدوء في التعامل زي ما قلت لك مضاربين وعاقلين ما عندهم شغل الجنان هذا الشارط الشهري شوف كيف هاي شايفين شوف أنا دي حين لو جيت حطيت لك خط هنا شوف هذا الخط شايفين وكم يقرأ وشوف الخط هذا نخليه كده بالبنطة العريض شوفوا كيف تعرفوا إنه إحنا قاعدين الآن في نص الحركة الطبيعية حقته يعني إحنا الآن خلاص لو طموحنا إنه لو تحسن نشوفه هنا في المنطقة دي وبعدين إذا فيه نمو قوي وفيه شيء مثلا ملفت أو أخبار قوية ممكن نشطح لكن شوفوا المكان الطبيعي الحركة شوفوا هذا من عام كم شوفوا هذه المنطقة من عام 2009 و2010 نحن في كم في عام 23 طيب متى السهم سوى فيها مرجلة هنا مرة هنا شوف ما تطول هنا أتمرجل شوية شوفوا بعد كورونا هنا أتمرجل شوية شايف هنا أتمرجل هاي طيب متى كده خوف الناس وخرج عن المألوف وبعدين برضو هنا سووا حركة نص كم واحدة ورجع بسرعة شوفوا هنا شوف ما يخوف لش نحن إنما كنا عند العشرين ما نخاف شوف كيف هذه عوايد شوف من فين نحن بدأنا نأسس ونطلع ترى من هنا وطموحنا الآن يعني المنطقي والطبيعي إنه نوصل هنا ولو وصل هنا هل يعتبر هذا ما هو من ضمن المألوف هذا هو المألوف حب ما عنده البابطين قلت لك الحركات اللي هي إيش؟ حركات المضاربين يعني مضاربين وما هم لعابين يعني تلاقي المؤسسين في السهم أولا هذا ما عندهم وعايشين على العوائد والتنقيطات في السهم ومبسوطينهم مقنع الكلام ده ولا ما هو مقنع يعني ما هو غريب اللي نحن بنشوفه استراتيجيا بنياء نحن طماعين لأنه كده بطبيعة الحال يعني نحن نحب نحن نحب نحب الفرق وفيه نقطة مهمة جدا يعني أنا أتكلم فيها عن نفسي أنا نحن مشكلتنا مع البابطين يعني اللي خلتنا زي كده نطول ونقعد يعني نحن لأنه بصراحة نخمينا في حقبة زمنية نخمينا يعني تخيل لما كنا طالعين في المنطقة دي وعابرين كلما نتوقع يعني إنه خلاص يعني هذه المنطقة سبحان الله لما وصلنا لها إنه خلاص يا أخي هذه المرحلة عديناها لازم نبدأ من هنا نطلع مرتان نسوي نفس الحركة اللي صارت سوف هنا يعني هذا اللي نحن خمنا في الموضوع كان الراجح ديك الأيام بيطلع والمؤشر الطالع وعلى أساس إنه هذا خلاص يعني يوصل هنا ويبدأ يرجع هنا زي ما حصل هنا مثلا شوف رجع مرتان يحاول إنه يسوي قمة تاني جنب قريب الخمسينات هنا حصلت الغشنة لما كثرت 28 و27 قمنا هنا نحن أكدنا ها هاي يشوف حظنا سنة كاملة طب ليه ما بيعنا مثلا أو ليه لأنه نعرف إنه سهم طيب يعني سهم ما رح يخسرنا على المدى المتوسط والبعيد بعدين ينقط لنا هنا ترعى بالمناسبة نقط أرباح يعني سبق إنه أعطانا ريال سبق إنه أعطانا نص ريال ودحين نص ريال يعني تخيل إنه إحنا الآن لو وزع لنا البابطين نص ريال نكون إحنا يعني اللي قاعدوا في البابطين في المرحلة دية كلها أخذوا قريب اللهم صل على النبي إن ما خاب ظني ريال ونص ريالين توزيعات والسهم الآن شوفت عينكم يعني جالس في نص المرحلة دية لذلك نحن دائما عندنا 23 27 وبعدين 33 شوفوا هذه المنطقة الآن اللي سبحان الله صادفت 27 لما كنت أقول لكم أصعب ريال هو اللي يعطيها صعوبة الناحية الفنية إنه فيه متوسطين نحن كسرناهم ولما كسرناهم أتبهدنا وجلسنا الفترة دية أخذنا الاتجاه لهذا متى سبحان الله ندخل في المرحلة اللي ترجعنا 30 33 35 مثلا هي المرحلة اللي حتخودنا الاختراق المتوسطين مرتين وشوفوا بالله عليكم قديش هذه المتوسطين في فترات زمنية تعبت البابطين تعالوا شوفوا هنا يعني لما طلع في عام 2016 وصل 50 ما قدل اخترق المية طح جاء هنا وصل قريب المتوسطين ضربها طح جاء هنا يعني ما هي أول مرة يسويها يا جماعة شوفوا وصل عند المتوسطين بارضو ما راح شوفوا هنا وصل اخترق الأذرق وصل عند الأخضر ما قدر طح شوفوا متى بدأ بعد كورونا لما قفل فوق المية هاي كم يقر المية ده 28 عشر هذا هو الريال اللي من 27 ل28 أقول لكم عليه شوفتوا لو نحن مع الدين 28 على الشهر أنا على طول سأتفائل يعني كده خلاص سأتفائل إنه ممكن نحن لا اللي قاعدين نحلم فيه كمان إنه بعد هذا كله يعني بعد السنين هذه كلها الله يسمعنا أخبار أخبار طيبة هل يمكن البابطين يعني بعد هذا كله يفاجئنا في المستقبل ويصعد مثلا يسوي مثلا زي ما سوت بعض الشركات برضو فيه شركات جلست فترات طويلة تمشي بطريقة زي هذه زي الغاز للتصنيع زي عندكم يعني فيه فرص كثيرة كانت ميتة وبعدين انطلقت انطلاقات قوية يعني من متى الغاز بالله عليكم أرجعوا التاريخ الغاز للتصنيع قديش قعد الغاز شوفوا الراجحي قديش الراجحي كان يقعد في السبعينات ما يعديها لكن جات سنة من السنين عدها اني احنا نتوقع ممكن يتجي فترة من الزمن تخيلوا يجي البابطين يطلع يقوم يقتحم زي كده مثلا المناطق دي ويروح كده يسوي شي جديد يوصل ستين ريال زي أبو ريح شوفوا هذا الغاز والتصنيع شوفوا بالله حين احنا نتكلم من عام 2010 وحتى أعوام عام 2020 عشر سنين شوفوا بالله حتى شوفوا لما نزل وصحح كأنه قال لك خلاص أنا طفشت وأنا تحت المناطق هذه شوفوا من متى هذا الكلام حصل في عام 2007 شوفوا الغاز شوفوا هنا كسر هين شوفوا هذه أعلى قمة في عشر سنين هين كانت تقريبا عند مستوى يا دوب وصل تسعة وتلاتين تسعة وتلاتين تسعين قريبا اربعين شوفوا بعدين شوفوا هذا كلام تعرفوا لما وصل هذه المنطقة كانت في 2017 تمنطعش تسعة عشرين واحد وعشرين بعد كورونا في عام 2021 هنا حصلت الهركة الكبيرة هاي شوفوا فين راح بعدها وصل لأربعة وستين الغاز لما حصلت تصحيح شوفوا كيف احترم المناطق هذه البطين عشان يسوي زي أبو ريحة كان مفروض لما وصل الأربعة واربعين ما يرجع يكسر التلاتينات مثلا لكن هو دخل رجع للمنطقة القديمة فتعب هنا لكن شوفوا أبو ريحة هيتخيلوا أبو ريحة كسر وقتها الأربعين ورجع للأهد القديم وكانت حصل أبو ريحة راح هذا إذا ما خفظ ظني كان شفتوه عند التريند هذا أو أو خلينا نقول الأقل ممكن يكون وصل هنا يعني في التلاتينات من محل ما نطلب قريب متوسط الميتة في المناطق هذه لكن هو خلاص تحر طيب تعالوا شوفوا الراجحي مثلا كمان قديش قعد بعد 10-12 سنة شوفوا الراجحي وارضوا نفس الحكاية تخيلوا أن الراجح كان أعلى شيء يجيبوا المناطق هذه بعدين طلع شوية شوفوا المكبر الصور تعرفوا أنه هنا هنا بدأت طفرة الراجحي شوفوا كانت تعادل السبعينات بعد المنحة حقة الراجحي تجزأ السهم شوفوا هنا يعني مناطق الخمسين ريال شوفوا اليوم نحن بـ 72 يعني خيل لا سمح الله لو فيه تصحيح مضاعف في الراجحي أو تصحيح قوي تخيلوا إذا وصل قريبا الخمسين معناه هو سار عند المناطق اللي بدأت فيها الطفرة وحيصادف وقتها كأنه صحح 78 فيبو من كورون شوفوا كم سنة هذه هذه 10 سنين تقريبا قضاها الراجحي ما هو قادر يطلع فوق قمة 2007 شوفوا لما طدع فوق قمة المفجر فنحن نقول إن شاء الله البابطين يكون قادمة الأيام يعني يغادر المناطق دي متوسطة 10 سنين فإذا دخل عالم الثلاثين بعدين وجاء اخترق في الأربعينات ممكن تشوفوا بستين ريال بس أكيد إنه يبغالوا محفز يعني يبغالوا أخبار يعني كده كده أخبار كده يعني نرجع لعائد الريالين ونص اللي كنا عليها في عهد سابق وثلاثة ريال ثلاثة ريال يعني معناه سعر عادي ممكن تشوفه مضاربيا من 40 ل50 السنين ما يرجع لك في التلاتينات هذه ولا تشوف العشرينات أساس تلاقيه مصمر في مناطق عالية زي فلما نجي ننظر للمستقبل ونشوف سعره الآن هلا يعتبر غالي ولا رخيص إذن ونتكلم على المدى المتوسط والبعيد هل يعتبر سعر البابطين غالي ولا يعتبر من الأسهم التي تعتبر يعني آمنة يعني أسارها معقولة إذا ما كسبتك ما رح تخسر صح أنا هنا أتكلم باللغة اللي على المدى المتوسط والبعيد ولا تحدث طبعا أنا بشكل على المدى القريب يعني أو المدى البسيط المراكز يا حبيب قلبي من يوم دخلت السوق أنا ما أذكر أنه سارت لها حفلة ما سارت لها حفلة يعني ما ما شفنا المراكز عاش حفلة كده ملفتة للنظر لسه ما ما شفنا له طفرة المراكز العربي ما ما مر بطفرة وأنا أشوف أنه طيب لو يعني منطقة سكة وعشرين وسبعة وعشرين واضحة في الشارت حتشوفها إن شاء الله بس الكلام الكبير ماذا لو اخترق هذه المناطق هنا ممكن تكون عنده طفرة يعني يدخل فيها عالم التلاتينات بعدين أسهم كثير يعني ما هو من الأسهم الخفيفة هو إيش اللي وصلنا للكلام ده كلمة هل يعاني من أزمة مالية لا ما يعاني يعني ليقرأ قوائم المالية ما يشوف إنه عنده أزمة مالية اللي عنده هو إنه النمو شوية عنده ضعف عن أعوام سافقة بس يمكن سبحان الله الالتزامات اللي عليه والقروض هي اللي آفدى حصة كبيرة من الأرباح بيحاولوا يسددوا أول بأول فبيطلع الصافي عنده يعني محدود شوية لكن شوف يا رطيف لما تسمع تقرأ خبر البحر الأحمر ولا تقرأ خبر فواز الحكير هدول اللي عندهم بلاوي زرق هدول اللي أنت تخاف منهم وهي شوف أسعارهم يعني برضو أنا عارف إنه هالي شركات خفضت راس مالها يعني ما هي أسعارها الأساسية لكن برضو أنت لما تجي تشتري ألف سهم في البحر الأحمر بـ 23 ولا 24 أو 26 زي لما تشتري ألف سهم في البابطين بـ 25 و 26 شتانا ما بينس هذه الألف اللي تكلفك 25 ألف ريال هذه مغامرتها كبيرة في البحر الأحمر بينما في البابطين البحر الأحمر ما يوزع لك أربح متأكل متالب فواز الحكير ما يقدر يوزع لك أربح أما البابطين بيقول لك هاي أخذ يعني غير إنك إنت قوي ومتطمن بفلوسك فيه برضك بتأخذ أربح أما هناك هناك إنت ما أنت متطمن وبقى في شي ترجمة نانسي قنقر